حسدتوني بعيونكم لأن جمالي كسر معايير الطب التجميلي دي الجملة الأشهر اللي كل ما تظهر الفنانة السورية مر وراتب تقولها لجمهورها مر وراتب اللي أصارت الجدل بشكلها الغريب وحجم خسرها اللي أصبح حديث السوشيال ميديا وده بعد عمليات التجميل اللي قلبت الدنيا وقلبت الدنيا كمان بتصريحاتها عن الجواز والمطاردات اللي بتحصل لها من الشباب في كل مكان في الوطن العربي إيه اللي حصل وإيه اللي خلاها تكون بالشكل ده وإيه حكاية الخمسين ألف طلب جواز منها أنا ماريا مجدي ويلا نعرف الحكاية زي العادة كان ظهور الفنانة مر وراتب مصير للجدل بل وصل الأمر إلى أنها بقت حديث السوشيال ميديا بسبب تصريحاتها لما قالت أن نتقدم لها عروض جواز من خمسين ألف شاب عربي ولكنها رفضت لأنها ما عندهاش وقت للحب والجواز لأنها مركزة في شغلها وشغلها في الفن والتمثيل الظهور الجديد لمار وراتب استكمل حالة الجدل اللي عاملاها على السوشيال ميديا في الوطن العربي وبالتحديد في دول الخليج وده بسبب شكلها الغريب ومظهرها اللي مفيش واحدة ستة عملت زيه طب مين هي مار وراتب؟ وعملت إيه بالزبط؟ مار وراتب هي فنانة سورية انتقلت من سوريا من سنين وبتعيش حاليا في الإمارات على الرغم من أن أدوارها في التمثيل قليلة لكنها اتجهت للسوشيال ميديا وكانت دايما بتقدم فيديوهات عن أي مشاكل أو مظاهر اجتماعية لكن فجأة اتحولت مار وراتب لحديث السوشيال ميديا في الخليج والوطن العربي فجأة اتحولت لشكل غريب بمظهر خسر مختلف وكبير وغير متناسق مع شكل جسمها بعض المقربين منها قالوا أنها خضعت لمجموعة من عمليات التجميل منها عملية خطيرة وده اللي خلى جسمها يكون بالشكل الغريب ده لكنها طلعت وكذبت كل الكلام ده وقالت أنها عملت عملية بسيطة يعني تقدر أي ستة تعملها في دقايق وبمخدر موضعي وأنها في الأصل جميلة جدا ومش محتاجة أي عمليات تجميل مار وراتب ما اكتفتش بكده بل كملت إصارة للجدل وقالت أن جمالها قصر معايير الطب التجميلي فإزاي تعمل عمليات تجميل لأنها أحلى من أي وحدة ومهما كانت العمليات اللي هتعملها مفيش أي حاجة هتوصل لجمالها لكن مع إصارتها الجدل ظهرت أخبار أن متقدم لها 50 ألف طلب جواز من الشباب العربي في الوطن العربي وأنها كل ما تطلع في أي مكان تلاقي الشباب بيطردوها وعايزين يتجوزوها وبعد ما الكلام ده عمل حالة جدل طلعت مار وراتب وعلقت عليه وقالت أنها أكتر إنسانة بيجي لها عروض جواز وبمهور خيالية وده بيحصل يوميا وهي بترفضها لأنها شخصية مرغوبة للغاية ومميزة ولا تتكرر أبدا علشان كده كل واحد نفسه إنه يفوز بيها وقالت كمان إن الرقم الحقيقي أكتر من 50 ألف شاب عربي لأن كل يوم بتتلقى مئات العروض للجواز والرجالة بتطردها في كل مكان مار وراتب الفنانة المسيرة للجدل واللي دايما بتكون حديث السوشيال ميديا ربما تكون بالتصريحات دي تفضل حديث السوشيال ميديا وصحبة الترند إنتوا إيه رأيكم؟ مصدقين فعلا إنها طبيعية وعملت عمليات بسيطة؟ ولا كل ده فيك؟ شاركونا كمان برأيكم وقلونا هل شايفين مروى تستحق المهور الخيالية دي؟ ولا لا؟ قللنا في الكممنتات